مرحبا جميعا اليوم نحن نتعلم كيف نطلع جواز سفر أو وسيقة سفر دانماركية للأطفال تحت سنة 18 سنة لذلك خلينا نذهب إلى موقع نوع دانمارك ونختار الخيار الأول وهون منزل للتحت ومندور على كلمة باس فإذا ما لقناها نضغط على كلمة فيس فليع ومندور على كلمة باس ونضغط عليها تطلع عنا هذه الصفحة وهون نحن نضغط على زر سودان أن سوادو منلاحظ عنا ثلاث خطوات الخطوة الأولى هو عنام يعطينا معلومات عامة وهون ما في عنا شي نساوي لذلك نروح مباشرة للخطوة الثانية ننزل لهون عند الزر الأحمر ونضغط عليه وهون منضغط على نيستة وهون لازم نسجل دخول بالنم اي دي تبع الأب أو الأم ما بتفرق نحن بهذا المثال لحن نفوت بالنم اي دي تبع الأب تفتح عنا هاي الصفحة ومنختار منها الخيار الأول start new and sunning ومنضغط بعدين على نيستة وهون مننزل لتحت ومنضغط على زر نيستة وبهاي الصفحة منختار الخيار الثاني لأنه نحن بنطلع جواز سفر للأولاد لحظوا وقت اللي نحن بنختار الخيار الثاني مباشرة بتطلب معلومات الأب هون تحت ونحن ما علينا هون غير أن نعبي الخانات الفاضية مثل رقم التليفون والإيميل هلأ هون تحت نحن بنختار أول خيار وهو أنه يلي عم يقدم هذا الطلب هو أحد الأبوين وهون نحن بنختار الخيار الأول إذا كانت حضانة الولد مشتركة بين الأبوين أما إذا كانت حضانة الولد عند الأب فقط أو الأم فقط فنحن بنختار الخيار الثاني وبعدين نضغط نستق تطلع عنا هاي الصفحة وهون لازم نعبي بيانات الطفل كاملة خلينا نبدأ أول شيء بالPerson ID بعدين الCBR Number الكنية الاسم الأول وهون بنختار الجنسية وهون تاريخ الولادة وهون بلد الولادة وهون بنختار الجنس وهون لازم نكتب قديش طول الولد لازم نحن نقيس طول الولد ونكتبه هون بهاي الخانة وهون مدينة الولادة وهون بنحط الأنوان والرمز البريدي والمدينة وهون تحت بنكتب رقم الهاتف والإيميل وبس نخلص بنضغط على نستة هلأ هون أول شيء عم يسأل عن إذا كان عندك جواز سفر سوري ساري الصلاحي وهون نحن بنختار السؤال الثاني هو عم يسأل إذا كان عندك وسيقة سفر دنماركية من قبل وهون نحن بنختار ناي ونضغط على نستة وهون عنا ثلاث خيارات أول خيار إذا كان صاحب الطلب عنده لجوء في الدنمارك الخيار الثاني إذا كان ستيت لوس أو بلا وطن الخيار الثالث إذا ما كان لاجئ أو بلا وطن يعني مثلا مثل لم يشمل مثلا فلاحظوا إذا اخترنا مثلا أول خيار تبع اللجوء لاحظوا أنه بيطلع عنا خيارين فإذا كنت أنت نمط اللجوء أو نوع اللجوء اللي عندك من نمط 7 على 1 فبتختار أول خيار وإذا كان اللجوء تبعك 7 على 2 أو 7 على 3 فبتختار الخيار الثاني فإذا هون نحن نختار الخيار المناسب لوضعنا وبعدها بننزل لهون لتحت منلاقي عنا هادلول مربعات الثلاثة يلي تحت واللي لازم نكتب فيها معلومات البنك تبعنا أول خانة نكتب فيها اسم البنك تبعنا مثلا نورديا الخانتين هون لازم نكتب الريجستر نومة والكونتو نومة وهدول نحن منلاقي هون خلف بطاقة الفيزة تبعنا من هون وبعدين منضغط على ناستة وهون ما فيش ينساوي بهاي الصفحة لذلك منضغط على ناستة وكمان هون منضغط على ناستة وهون مننزل لتحت لعند هذا المربع الصغير ومنحط إشارة صح ومنضغط على ناستة هلأ هون عم يشرح لك عن الصور اللازمة للطلب وهون عم يسألك إذا كان عندك صورة بدك تستخدمها ونحن هون منختار ناي بعدين منضغط على ناستة هلأ هون لازم نوقع بالنم اي دي لذلك نضغط على زر ساينة ومندخل عن طريق النم اي دي من أجل التوقيع ومنستنى شوي لحتى تطلع عنا هاي الصفحة يلي فيها معلومات صاحب الطلب ورقام الطلب هلأ هاي الورقة لازم نطبعها من هون ولحظوا معنا هون في ملاحظات مكتوبة باللون الأحمر أول شي هون كاتبين انه لازم نروح على دائرة الهجرة خلال 14 يوم من تقديم الطلب يعني لازم نحجز موعد عند دائرة الهجرة مباشرة ولازم ناخد معنا الأمور التالية واحد لازم نطبع هاي الورقة الأخيرة وناخدها معنا ثانيا صورة شخصية لصاحب الطلب يلي هو الطفل فنحن لازم نروح عند المصور ونعمله صورة شخصية وتكون خاصة لجواز السفر ثالثا جواز سفرك الأديم إذا كان موجود هون في ملاحظة إذا كان عندك جواز سفر سوري من تهي صلاحيته فما في دائرة سلمه هذا بيضل عندك يعني رابعا التوقيع على ورقة من قبل الأبوين وهاي الورقة نحن لازم نحملها من هذا الرابط هون يلي تحت شايفينه أول ما نحملها لازم نطبعها ونعبي البيانات المكتوبة فيها ولازم الأب والأم يوقعوا عليها طبعا ومناخدها معنا وقت اللي بنروح على دائرة الهجرة هاي الورقة سبق وحكينا عنها بالفيديو السابق يلي بدهم علومات أكتر فيه يرجع يشوف الفيديو هاد طبعا لحط لكم رابط هذا الفيديو بصندوق الوصف هلا هيك نحن فينا نقول انه قدمنا الطلب وبقي عنا بس انه نحجز موعد عند دائرة الهجرة وكمان نحن شرحنا سابقا طريقة حجز موعد عند دائرة الهجرة عن طريق هذا الفيديو ولحط لكم كمان رابط هذا الفيديو بصندوق الوصف هلا هون في ملاحظة إذا رجعنا لهذه الورقة الأخيرة إذا نزلنا لتحت من لا يوم كاتبين الأسعار لأنه الدفع سيكون هناك عند دائرة الهجرة لما بتروح لعنده الأسعار هي للبالغين سعر تكلفة 890 كرون الأطفال تحت سن الـ 10 سنة 150 كرون الأطفال بين 12 و 17 سنة 178 كرون المتقاعدين 378 كرون فإذا انتبهوا إلى أنه الدفع لحيكون عند دائرة الهجرة لذلك تأكدوا أنه يكون في معك رصيد بالبطاقة طبعك لما بتروح مشان الدفع وبهيك منكون خلصنا الفيديو لليوم إن شاء الله تكونوا استفدتوا منه وما بدي منكم هلا غير أنه تحطونا لايك وتشتركوا بالقناة لحتى ما تروحوا عليكم الفيديوهات الجاي وتأكدوا من تفعيل زر الجرس لحتى يصلكم إشعار مباشرة لما نحن مننزل فيديوهات جديدة في النهاية بتمنى لكم يوم سعيد سلام اشتركوا في القناة